أهلا بقى الحاجة تانية الكابتن أحمد سليمان هو طبعا المشرف على الكورة هو والكابتن حسين السيد هم المناطين بهذا ملفه وتعمل إعلام بشكل رأس من كبير مجلس إدارة نادي الزمالكة مبارح يعني في اجتماعهم الأول الناس عندهم ملف التجديدات وعن يفضل في ملف التجديد بتعقود اللعابين ده حيفضل نفتوح لغاية لما يكون ليه نهاية من جدد من ما جددش من راح من قعد الكلام من ده بص أحمد يحيا اللي هو وكيل اللعابين هو من أبرز وكلاء اللعابين دلوقتي في مصر طبعا أحمد يحيا معمول عليه إكس في نادي الزمالك معمول عليه إكس اللي هو مش عايزين نتعامل مع أحمد يحيا طب هو أحمد يحيا ده وكيل مين وكيل فتوح وكيل محمد صبحي من الاتنين اللي ليهم أولوية كبيرة جدا بخصوص التجديد فالناس في نادي الزمالك تكلموا مع السنائي يا جماعة إحنا دلوقتي عايزين نقعد معكم مباشرة فأقول لهم لا إحنا فيه وكيل فأقول لهم لا إحنا الوكيل ده مش عايزين نقعد معاه مش قابلين نقعد مع الوكيل فبالتالي نقعد يا جماعة مع بعض أن نتفاوض ونخلص القصة فتوح رد قال أنا عندي الحجة السمير مظبوط يا جماعة اسمه الحجة السمير اللي هو خيال فتوح أو مش خياله يعني المتحدث الرسمي باسم فتوح تقريبا يعني رجل علاقة وطيدة جدا من فتوح فتوح مديله كل المهام اللي تتعلق بيه بنود التعاقد والاتفاقات وكل هذه الأمور فتوح قال لهم يا جماعة خلاص أعودوا مع الحج سمير موسى أعودوا معاه خلصوا معاه كل حاجة أنا أجي على التوقيع قالوا له يا ابني لما أنت لازم نتكلم معاك قال لهم يا جماعة الرجل ده حتكلم كأن أنا بتكلم هو بتكلم بالثاني كأن أنا بتكلم قال لكم أوكي على اللي انتوا عايزينه أنا حمضي قال لكم لأ نستنى نتفاوض لسه الكصة مش إزاي أنا معاكم لكن أنا مش حارة فقط أتفاوض وكلام من ده هو الرجل ده المسؤول عن هذا الملف خلاص؟ أنتوا بتسألوني أنا أعايز ألعب ما عنديش مشكلة كاملة في الناس زمانك لكن اتفاو مع الرجل وأنا معاكم أجي أوقع على طول ده بخصوص فتوح فمن المتوقع أن يكون في جلسات خلال المرحلة المجبلة في إطار محاولة التجديد لأحمد فتوح أحد أبرز لعبي الدوري المصري بكل تأكيد يعني طيب صبحي برضو القصة ممكن بقى تروح بشكل مباشر مع صبحي في التفاوض أو من ينوب عن صبحي كلام من ده برضو دي لسه ما تحسمتش بخصوص محمد صبحي لأن فيه اهتمام كبير قوي من بيراميدز يا جماعة أنا بقول لكم دي معلومة مؤكدة مليار في المية بيراميدز عايزين محمد صبحي عايزينه بيكلموه الأهلي دلوقتي مش في الصورة ما عارفش بعكية ممكن في الصورة لا لا كان في الصورة زمان دلوقتي لا فيش تواصل خاص من الأهلي وصبحي خالص يعني فده كمان بخصوص مين بخصوص محمد صبحي طيب نادي الزمالك رافض رحيل أي لعب في يناير غير بعد حل أزمة القيل يعني آه فيه اتجاه رحيل بعض اللعبين وقلت رحكم الكلام ده مرح ولو حد ماشي حيدفع فلوس يعني لازم يمشي بمقابل لكن أصلا فكرة الرحيل يعني إيه برضو لسه فيها نسبة مقاوية قليلة قوي إنه ممكن محدش يمشي لو قصة بتاعتقد ما تحلتش بقول لك هي هتتحل بنسبة جبيرة قوي يعني طيب في موقف المعارين بعض المعارين وأبرزهم حسام أشرف اللعب اللي بيتقلق جدا مع باديات المحلة جاءت أهداف تقريبا أو أربعة في الدور اللي حد دلوقتي في خمس منشاط ماشي بشكل ممتاز لعيب ومهاجب مميز قوي ففي ناس الكلمة إما يرجع حسام أشرف طب قالوا لي خلاص لو فيجي فكرة إن حسام أشرف يرجع واللعب استمر على هذا المستوى فحنروح عاملين إيه؟ حنبص في العقود مع الأندية سبق بحسام أشرف أو غيره هل العقود دي تسمح بإن إحنا نقطع العرى ولا لا؟ سمحت الرؤية الفنية تقتضي إن إحنا نرجع اللعب أهلا وسهلا بيه حنقطع العرى ما فيش أي مشكلة خاطئ لكن فيه إعجاب بحسام أشرف؟ آه طبعا فيه إعجاب بحسام أشرف طيب حيكون فيه جلسة خلال يعني خلال بكرة أو بعضه بالكتير ما بين الكابتن أحمد سليمان الكابتن حسين السيد واللعابي نادي الزمالك الجلسة دي هايكون الخميس آه الجلسة دي هالغرض منها إيه؟ طمأنة لعابي نادي الزمالك من قبل أعضاء مجلس الإدارة اللي هم ممثلي مجلس الإدارة في ملف الكورة كابتن أحمد سليمان كابتن حسين السيد يا جماعة تطمنوا أنت لكم المستحقات آه إحنا عارفين أن المستحقات بتوصل لـ 80 مليون جنيه تقطع المستحقات يعني بالنسبة للأول الكورة القادمة في نادي الزمالك بتقلقوش إحنا هنسدد المستحقات دي طيب اللي حيتقال كمان أكتر من كده إن إحنا قبل ماتش بيرامد دي يا جماعة 80 مليون جنيه هيكونوا تسددهم بنسبة كبيرة جدا هنحاول إن إحنا 80 مليون جنيه نتفحم ونخلصوا عشان تاخدوا مستحقاتكم الأديمة فده لطمأنة لعبي نادي الزمالك قبل الماتشين المهمين جدا سواء تزايد في الدوري يعني الزمالك صعبة قوي دلوقتي أي إخفاق تنمي الزمالك في الموضوع الدوري تبقى الزمالك بيبقى خالص على المنافسة